موسيقى السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مساوات نناقش فيها وضع المرأة في الانتخابات البرلمانية المغربية ونناقش أسباب اعتراض بعض النساء على تخصيص 60 مقعد للمرأة في مجلس النواب كما نتساءل عن جدوى حملة مقاطعة الانتخابات وتأثيرها على الشارع المغربي نرحب بضيفة مساوات الإعلامية والناشطة المغربية عزيزة رحموني أهلا وسهلا بك يا سيد عزيزة من خلال متابعتك للانتخابات المغربية لأي مدى تلبي برامج الأحزاب مطالبات المرأة وطموحات المرأة المغربية أولا برامج الأحزاب ليست برامج بمعنى المتعرف عليه في البرامج هي خطابات نازلة من فوق لتحت خطابات من السياسيين ومن الأحزاب للمواطن عادي كي ينتخب ليست برامج بمعنى الكلمة لأنها لا تأتينا بأي جديد كل الخطابات هي في الحقيقة مصاغة بديباجات إنشائية تتحدث عن التنمية عن الترسيخ القيم المواطنة عن مفاهم جديدة كالديمقراطية وأشياء كثيرة لكنها لا تأتينا ببرامج حقيقية في التعليم في الصحة في الشغل التي هي حقوق أساسية للمواطن تتبه كل مواتيق وحقوق الإنسان هذه البرامج لم تأخذ في اعتبارها مقاربة النوع النوع الذي هو المرأة بالخصوص والطفل والمعاق المرأة هي نصف المجتمع المرأة هي الكل في الكل المرأة الأم وما تحتاجه للصحة بصفة خاصة في العالم القاروي هناك حزب يريد أن يخوصص الصحة في العالم القاروي الذي هو عالم فقير والمرأة فيه تحتاج للصحة المجانية هناك المرأة العاملة في مجموعة من القطاعات كالفلاحة، كالصناعة، كالنسيج، كالزرابي قطاعات تحتاج إلى تفعيل دور المرأة وإعطائها مزيد من الحقوق سنتحدث أكثر عن هذه الحقوق هناك أيضا مرأة في عالم الرحل لكن دعني أسألك عن سبب الاعتراض على قرار وزارة الداخلية بدخول المرأة ومشاركة المرأة والشباب حتى في البرلمان حتى وصلت النسبة إلى ثلاث أضعاف ربما ليست هناك معارضة بمعنى الكلمة كانت هناك نقاشات على ثلاث مراحل لتخصيص مجموعة من المقاعد للنساء ربما هذه حصار لدور المرأة كي لا تأخذ نصيبا كبيرا في المقاعد البرلمانية المرأة تشتغل في قطاعات اجتماعية كثيرة وهذا ربما يمنحها مقاعد أكبر في الانتخابات لو سمحوا لها بالنزول إلى الانتخابات بشكل عادي دون أن يحددوا لها الكوطة الكوطة أعطتها سبتين مقعد وهذا إجحاف كبير لحقها ودورها في الانتخابات وفي سيرورة العمل الانتخابي في المغرب وفي التمثيل السياسي بشكل عام رغم أن تم تخصيص ستين مقاعد للنساء إلا أن هناك من شاركنا في قوائم الأحزاب ما حظوظ المرأة في الحصول على مقاعد نيابية ربما إضافية ضمن أكثر من ثلاثين حزبا ربما تتنافس من خلال الوصول للبرلمانية كل شيء جائز في اللعبة الانتخابية إنما الكوطة حسمت ستين مقعدا لماذا ستين مقعدا؟ المرأة حاولت بعض المنظمات حاولت أن تحصل على ثلاثين في انتظار الحصول على المناصفة كان الأجدر بالمرأة المناضلة أن تناضل لتحصل على المناصفة في المقاعد الانتخابية بشكل عام ليس باللائحة الوطنية فقط هل يمكن للمناصفة أن تبدأ من أول الخطوات المناصفة بين المرأة والرجل الحقوقيات المغربيات يطالبن بالمناصفة التامة لا يقبلن بستين مقعد المفروض أن تكون المناصفة لأن المناصفة جاء بها الدستور لا يمكن تغيير هذه الأشياء المرأة تخلت عن حقوقها بقبولها لستين مقعدا أي الجنسين أكثر تعدادا ربما كتعداد سكاني هل هناك مناصفة فعلا في تعداد السكان بين المرأة؟ المرأة ممكن نقول أن نسبة لموجود نساء أكثر أكبر ولكن في السياسة المرأة لا تأخذ دورها كثيرا وهذا هو الذي يحكم وليس تعداد السكاني الذي يحكم هو من نسبة ممارسة المرأة للسياسة ومشاركتها في السياسة كشيرة شريكة سياسية أو سياسية مشاركة حين تقبل بأجندة الأحزاب فهي تتخلى عن حقوقها في المساواة هكذا المفروض أن تناضل لتحصل على نصف المقاعد وليس تلت أو النصف في اللائحة الوطنية فقط طيب الشباب يعني يمثلون النسبة الغالبة في المجتمع المرأة في الهارم السكاني لماذا تم تخصيص ثلاثين ربما مقاعد لهم؟ ثلاثين مقاعد كخطوة أولى جيدة ولكن الشباب بهذه الخطوة تقر الأحزاب أن الشباب قادر على تفعيل الحراك المجتمعي والسياسي أيضا إنما الأحزاب ليست مؤثرة وهذا ما يجعلها تحصل على ثلاثين مقاعدا خصوصا أنها لم تناضي للحصول على هذه المقاعد هذه المقاعد ممكن أن نقول أنها جاءتها منحة من فوق أو من الأحزاب لم تحصل عليها بالنضال الأحزاب لديها شبيبات سياسية إنما شبيبات بدأت تكبر وتشيخ ولم يصلها الدور للحصول على مقاعد في البرلمان ثلاثين مقاعد خطوة أولى كيف فشلت المحاولات للإستلاحة حتى على ثلاثين مقاعد للشباب؟ برأيك كيف حدث ذلك؟ في الحقيقة كانت هناك منظمات نسائية تحاول أن تحصل على أكبر عدد من المقاعد ليس فقط الستين خلال جوالات الثلاث كانوا وعدوها بالخمسة والسبعين مقاعد أو ما شابه وبعد ذلك استمرت المنوارات أو النقاشات للحصول على هذه الستين مقابل ثلاثين للشباب الشباب ليس لديه هيئات تؤثره وتدافع عن حقوقه وتطالب بالمزيد من المقاعد لماذا يحصل على الثلاثين؟ مع أنه يشكل نسبة كبيرة من المجتمع هناك حصار من السياسيين الكبار الشيوخ الذين اعتادوا على اللعبة السياسية ويعرفون كيف يمارسونها كي لا يفسح المجال للشباب الذي جاء جديدا ولم يمناظر في الصفوف الأحزاب بشكل معتاد وتقليدي هناك قلة واعي للشباب بالسياسة وبأدوار لا يمكن أن أقول قلة واعي الشباب الأن واعي جدا بدوره السياسي لهذا تحرك في الشارع وحرك الشارع وأجبر الحراك ليصل إلى تغيير دستوري وإصلاح دستوري وانتخابات قبل الأوان إذن فالشباب واعي وفعال في دوره ولكن ربما هناك فجوة في الدخول وفجوة في ممارسة هذا الدول هناك محاصر وتقزيم أكثر مما هو فجوة غير هناك تقزيم لدوره كي لا يحصل على المقاعد التي تتعود الآخرون على الحصول عليها أين تكمن أهمية أصوات النساء بالنسبة للمرشحين في البرلمان؟ هناك المرأة الناخبة والمرأة المنتخبة المرأة الناخبة كتلة كبيرة في الساحة المغربية لأنها تشارك بكتافة في التصويت ربما أكثر من الرجل مع أن الإحصائيات تقول أن المسجلين من الدكور في لوائح الانتخابات 54 للدكور و45 للنساء ومع ذلك تبقى الكتلة الناخبة الأكبر هي للنساء والمرأة المنتخبة ستكون قيمة مضافة للأحزاب لأنها بحصولها على مقاعد في البرلمان ستجلب دعما إضافيا للأحزاب التي تنتمي إليها نعم بالرأيك بعد انتداب 4000 مراقب لهذه الانتخابات ما أهمية وجود المراقبين وما أسباب وجودهم في المراقبة الدولية الوطنية للانتخابات؟ التحفظ على كلمة مراقبين هم ملاحظون نعم ملاحظون يحضرون إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع فقط ممكن يحضروا في أي ساعة ليسوا مطالبين بالحضور في قمعين والمغادرة في قمعين يحضرون للمراقبة للملاحظة في يوم الاقتراع هذا ضمان لشفافية ولنزاهة الاقتراع ولملاحظة فقط نعم تأثير المراقبين سنتحدث عنها لكن بعد فاصل قصير أهلا بكم من ذلك جديد يعني برأيك ما تأثير هذه المراقبة التي كنا نتحدث عنها قبل الفاصل المراقبة على الانتخابات؟ ما تأثيرها على الانتخابات؟ أي تأثير مطلوب من هذه الهيئات هذه الهيئات فقط للملاحظة وليس للمراقبة تأثيرها وليس هناك أي تأثير؟ ممكن أن تكتب تقارير للجهات التي عينتها فقط لإعطاء واجهة ديمقراطية عن العمل الانتخابي ستلاحظ فقط ليست لديها أي صلاحيات للتأثير المباشر في سير الاقتراع نعم حتى لو كانت تقارير سلبي هذا من حق تلاحظ وتقدم ما تلاحظه لديها صلاحية تقديم رأيهاك لأن هناك تقديم رأيها غير هذا فليست لها أي صلاحية داخل مكاتب الاقتراع طيب لمن تتبع هذه الهيئات؟ لهيئات دولية أو هيئات محلية خصوصا للأحزاب لأنهم يريدون أن تكون هناك شفافية وهذا مطلوب من الجميع من الدولة من المواطن من الأحزاب كلهم يريدوا شفافية في الانتخابات ونزاها في العملية ككل لأن الضرورة تتطلب ذلك هل الغاية هي منع التزوير؟ لا يمكن أن يكون هناك تزوير مدامة هناك نية صادقة في التغيير هذا يعني تتحدثين لا يمكن أن يكون هناك تزوير في المغرب تحديدا أم في كل الانتخابات بشكل عامل التي تبعتها؟ المفروض أن لا يكون هناك تغيير تزوير أن لا يكون هناك تزوير نعم تحدث تقرير أنشرته صحيفة الخليج عن هيمنة الأحزاب الكبيرة على خارطة الترشيحات حيث يعني فاقت الترشيحات ثمانية أحزاب في ثمانية أحزاب أحزاب عفواً نسبة 75 بالمئة وهذه الأحزاب هي اللاعب الرئيسي في الانتخابات برأيك يعني لماذا هذا الكم وأغلبها دوره هامشي؟ لماذا هذا الكم من الأحزاب؟ يمكن أن نقول أن الكم الهائل من الأحزاب المشاركة هو انفتاح ليبرالي وسياسي تعدد هو ظاهرة صحية في الأصل وهيمنت الأحزاب الكبيرة والتكتلات والتحالفات لهما يبرروا لأنهم تعودوا على اللعبة السياسية يعرفون خبيها يعرفون كيف يتموقعون داخل الدوائر الانتخابية هناك أحزاب غطت سبعون أو ثمانون أو حتى تسعون في المئة من الدوائر الانتخابية هناك حزب الاستقلال الذي غطت تقريباً مئة في المئة من الدوائر الانتخابية ورشح الكثيرين لذلك يمكن أن نقول أنه هكذا يستطيع أن يحصل على أكبر عدد من المقاعد والأصوات أما الأحزاب الصغيرة فليس لديها التمرس الكافي وليست لديها الإمكانيات للقيام بالحملات الانتخابية وليس لديهم القدرة على استقطاب الناس ذات أصحاب المال والأعيان الذين يمكن أن يحصلوا على الأصوات بكتفة لهذا تبقى الأحزاب الصغيرة مهمة شبين قوسين هل طبيعة الانتخابات برأيك تتناسب مع التعديلات الدستورية الأخيرة؟ التعديل جاء من أجل الوطن والمواطن والمواطن مطلوب منه أن يشارك في الانتخابات من أجل هذا الوطن وهناك تكامل إذا لم يشارك المواطن في كل العمليات الانتخابية سلن يكون هناك تغيير إذن فسيكون الدستور غير مفعلا على الساحة هل كانت التعديلات الدستورية استباق لحالة الثورات العربية والعربية؟ ربما هي امتصاص وربما هي خطوة ذكية ومتفاعلة مع الشارع الدستور جاء بما يريده الشارع إذن المفروض أن يشارك الشارع في تفعيل هذا الدستور وأولها المشاركة في الانتخابات نعم لأي مدى المغرب كدولة في أقصى المغرب العربي تشارك الشعب العربي هذه الهموم وتتابع هذه الثورات وتتأثر ربما بهذه الثورات أكيد الشارع المغربي تفاعل مع محيطه الإقليمي والعربي ربما لهذا وصلتنا أيضا المظاهرات ووصلتنا للإنزال للشارع للمجموعة من الحركات الشبابية بالخصوص ولهذا جاءت تغيير تعديلات الدستورية ولهذا جاءت الانتخابات قبل الأوان هذا كله للتفاعل مع الشارع الذي تفاعل مع المحيط العربي نعم هل المنادات في المغرب بمقاطعة الانتخابات هل وجدت قبول ربما خصوصا من الجانب المرأة والجانب النساء في المغرب المقاطعة أرد فعل سياسي غير محسوب المقاطعة لن تكون في صالح أحد إلا لصالح المفسدين وصماصرات الأحزاب المفروض أن تكون هناك مشاركة لأنها هي الفعل السياسي المطلوب لأنها ستكون مشاركة في التغيير إذا كانت هناك مقاطعة فلن يكون هناك تأثير على صنادق الاقتراع هذا المقاطعة لصالح أمن هناك أحزاب غير مشاركة وتطالب بالمقاطعة لها لأنها أصلا غير مشاركة ولأنها تعرف أنها لن تحصل على مقاعد إما لأنها معارضة أو لأنها محضورة أو لأنها ليست لها ولاءات داخل المجتمع تعرف مسبقا أنها لن تجد سدى لذلك تجاهر بالمقاطعة لأسباب هناك أيضا بعض الهيئات والمنظمات الشبابية تطالب بالمقاطعة لأنها تجد أن الوجوه التي تنزل إلى الساحة ليست جديدة مع أن أغلب المرشحين وجوه جديدة بنسبة 87% ومع ذلك نرى أن أغلب النارة هناك وجوه ستعود إلى الواجهة هناك أسباب أخرى للمقاطعة البرلمان المغربي معروف بأنهم قاعة للنوام ليس للنواب البرلمانيون يحضرون إلى القاعة إلى مجلس برلمان ليناموا أو ليتغيبوا ولا يشاركون في الفعل السياسي إذن لماذا يشاركوا الناخب في هذه اللعبة التي تنتهي بمجموعة أشخاص لمقاعدة برلمانية في الأخير تحصل على أموال طائلة تستنزف ميزانية الدولة بنسبة كبيرة قريبا 111 من دون أرقام هناك ميزانية الدولة تستنزف بكثرة في الأجور وفي التعويضات ماذا عن التحقيقات الأمنية التي طالت هؤلاء المطالبين بالمقاطعة للانتخابات؟ هل تصل لمرحلة التحقيقات الأمنية فقط للاعتراض؟ من وجهة نظري كشخص أو كمواطن من يريد أن يقاطح له أن يقاطع ولكن ليس من حقه أن يشوش على المواطن الذي يريد أن يشارك كانت مجرد انداءات هل قاموا بمظاهرات؟ هناك مظاهرات كثيرة وهناك إنزال في الشارع وهناك مطال دفع للشارع للشارع لكي ينتظم كل أحد في مسيرات المقاطعات هذه المقاطعات ليست في صالح اللعبة الانتخابية هذه المقاطعات ستكون في صالح المفسدين وصماصرة الانتخابات نعم تم استخدام طبعا وسائل التواصل الاجتماعي كالعادة في الثورات في الانتخابات هل سيكون لذلك دور ربما في إقناع الناس أم أن هناك ربما شرائح مجتمعية يعني لا تعرف تلك التقنيات ولا تتواصل من خلالها لا تعرف هناك أمية وهناك أمية إعلامية أيضا ولكن المشكلة هو أن هناك عدم التفاعل مع هذه التقنيات لسبب بسيط وأن الخطابة تأتي من الأحزاب تتجاه المواطن ليست هناك استخدام لهذه وسائل الإعلام بشكل حقيقي كي يكون هناك نقاش للأحزاب وللبرامج التنفسية ليست هناك برامج تنفسية وليست هناك تقافة المشاركة بين الناخب وبين الأحزاب ليست هناك برامج تناقش هناك بس خطابات تتلى كي تشجع الناخب للانتخاب ولكن الناخب لا يمكنه أن يتجاوب سواء كانت هناك وسائل التصال أم لا هناك الوسائل التقليدية هي المنتشرة أكثر هناك الولائم هناك الإنزال في الحارات الشعبية والمال وأشياء كثيرة تؤثر في الناخب أكثر من وسائل الإعلام هذه الطريقة هي المقولة أكثر أو الدارجة أكثر في المغرب الولائم والعزائم موجودة كثيرا خصوصا بالنسبة للأعيان في بعض المناطق برأيك من الأفضل والأكثر تفاعل في المغرب هذه الطريقة الواقعية ربما كل الوسائل أم الطرق التقنية الطرق التقنية هي للشاباب للشاباب فيسبوك للشاباب في جيل الجديد والطرق التقليدية للقرى للبوادي للمناطق البعيدة نعم ربما سنتحدث أكثر عن حتى ترشيح ديانات أخرى في المغرب لكن ربما بعد فاصل قصير نواصل مع الناشطة والإعلامي المغربية عزيزة رحموني نحن بكم من جديد سيدة عزيزة وفقا لصحيفة الأخبار أو أعفوا أخبار اليوم يعني كالة المرشحة اليهودية ماجيكا كون حصلت على أكثر من 30 ألف صوت من المسلمين تحديدا في الانتخابات في الانتخابات هل هناك ربما تعايش فعلا بين الأذيان في المغرب تبدأ ربما للانتخابات حتى شعال اجتزاوش اختلاف مواطنة مغربية ككل المواطن المغاربة كونها يهودية لا يغير من حقوقها في شيء هي تمارس السياسة ككل المواطنات المغربية الذين يهتممون بالشأن العام المحلي أو السياسي كونها مناضلة يعطيها الحق في أن تمارس السياسة لن تكون لا الأولى ولا الأخيرة من اليهود المغاربة الذين يشاركون في السياسة سابقا شاركت في الانتخابات ولم تفوز لأسباب تقنية يعني حصلت في الانتخابات السابقة على 30 أكثر من 30 ألف صوت مسلم وعلى أصوات أخرى هل تتوقعين فوزها ربما في هذه الانتخابات يجوز وحسبها لديه قاعدة وكونها يهودية لا يعطيها أي قوة إضافية هي مجرد مواطنة ككل المواطنات المحترفات للسياسة أو المشاركة السياسية في العمل السياسي المغربي سابقها للعمل السياسي كثيرون دخلوا الوزارات دخلوا البرلمان دخلوا المجالس المحلية وإذا فازت ستكون قيمة مضافة للمرأة المغربية ككل ست وزيرات في المغرب هل تطمح المرأة بمقاعد وزرية أكثر؟ كانوا سابعة والآن خمسة المرأة تطمح للكثير أن من حقها ذلك هي تساهم في العمل الجمعوي والاجتماعي في قضايا المجتمع بشكل كبير وهي تلامس قضاياه وتخبرها وتستطيع تشخيص مواطن الخلل والضعف في المجتمع إذا وصلت إلى مواقع القرار ستكون أقدر على التجاوب ما الذي ستكون أقدر فيه؟ ما الدور السياسي المنتظر من المرأة المغربية بعد الإنخابة؟ ممكن أن تفاعل مجموعة من القوانين لصالح المرأة لصالح المقاربة النوعية مقاربة المرأة تحتاج للكثير كي تحصل على حقوقها في كل المستويات أعلنت ثمانية أحزاب عن تأسيس التحالف من أجل الديمقراطية ويرتكز البرنامج على التماسك بثورات الأمة المغربية يعني ماذا التحالف يتحدث عن ثوابت موجودة أين البرنامج الحقيقي برأيك؟ التحالفات التي جاءت في الانتخابات جاءت خارج الأوديولوجيا التحالفات جاءت من أجل الانتخابات ولا ندري ما سيقع بعد الانتخابات ربما تكون هناك تحالفات أخرى داخل البرلمان للحصول على مقاعد هذه التحالفات أو هذه ربما تكون قوة للأحزاب غير هذا ماذا أقول التحالفات ستكون قوة للأحزاب الصغيرة والأحزاب القوية أيضا ماذا عن رؤية بعض المتابعين أن هدف التحالف من أجل الديمقراطية هو محاصرة حزب العدالة والتنمية يعني خصوصا أن المرحلة التي نمر بها تشهد صعود نجم الإسلاميين بعد الثورات العربية أو ضمن الثورات العربية العدالة والتنمية سبقا دخل الانتخابات وحصل على مقاعد ربما نقطة قوة أنه ينطلق من شريحة كبيرة من الشعب ولديه قاعدة ولأنه منفاتح أيضا ربما يحصلوا على أصوات كثيرة اللعبة الانتخابية تخفل كثير ولا يمكن أن تنبؤ بالأرقام وبمن سيفوز إذا فازت سيكونوا علي أن تشتغل حسب برنامجها من أجل خدمة الوطن أولا وأخيرا نعم هل تخافون على المنجزة الذي تحقق للمرأة بعد أن أصبحت التيارات الإسلامية لها قوة ربما في البرلمانات العربية الحقوق تكتسب والمرأة عليها أن تناضل من أجل الحقوق التي اكتسبتها والتي ستكتسبها سواء كانت مع هذا الحزب أو غيره نعم ويبقى الأمر أن العدالة والتنمية وحزب منفتح ومتطور كسيدة مغربية تبرون أو كنساء حتى تخضنا هذه الانتخابات وترى الانتخابات المجاورة في المنطقة إلى أي مدى هناك تفاؤل ربما بعد أن المرأة العربية شاركت في الثورات لكن لم تصل إلى أهدافها ولم تصل إلى ما كانت تطمح إليه المرأة المغربية تشارك في الانتخابات ليست هذه اللعبة جديدة بالنسبة لها أنا أقصد كيف تنظرنا بعد يعني هذه ونحن نمر بهذه المرحلة في المنطقة العربية كيف تنظرنا لهذه الانتخابات؟ هل هناك مخاوف ربما بسبب التجانب المجاورة للمغرب أو العربية التي تشبه واقعها وتشبه تجربتها؟ لا أعتقد أن هناك أي مخاوف المرأة المغربية تساهم في العمل السياسي من قديم وهي مناضلة من أيام الحماية وإلى سنوات الرصاص وإلى اليوم تشارك في قضايا الشمائية كبيرة وتعودت على النضاء السياسي يبقى فقط أن تفسح لها الفرصة لتحصل على مقاعد أكبر لتساهم في النمو والوطن هل تخلصت المرأة المغربية إلى حد ما على الأقل من نظرة المجتمع لها بأن مكانها البيت وابتعادها وعدم الوعي السياسي والوعي بالحقوق ومركز صنع القرار يمكن أن نقول أن المرأة المغربية مشاركة سياسية ونتمنى أن تكون السياسية مشاركة ولو أن هناك حصار من طرف الرجل السياسي عليها تعود أن تكون المرأة مناضلة إلى جيانبه أو في ظله ولا يريدها أن تصل إلى مواقع القرار أو تسبقه إلى مواقع القرار ربما تتغير الأمور لا ندري بعض الرجال الذين يقفون إلى جانب المرأة أحيانا بمقالات بظهور إعلامي بأي أن يكون يعني يناقض أحيانا كلامه بممارسات شخصية بعيدة عن ما يذكر وما يتحدث برأيك هل العقل الذكوري المسيطر أو هو ربما المسيطر على مجتمعاتنا عموما في المنطقة؟ العقل الذكوري يحرم المرأة من الممارسة السياسية من قانون حمورابي إلى اليوم القانون الإغريقي كذلك هناك فقط استثناءات في قانون سبارتا التي كانت في المرأة تمارس سياسة لأن الرجل كان مشغولا بالحرب والمحاربات إنما اليوم المرأة تشارك مع أن دورها مقزم نسبيا ولم يفسح للمجال الحصول على مقاعد أكبر إنما هي تناضل وستظل تناضل ولن تتراجع نعم من متوقع برأيك من الانتخابات المقبلة في حل بعض المشاكل الاجتماعية الموجودة مثل زواج القاصرات مثل البطالة مثل برأيك بعد هذه الأحزاب التي ظهرت حتى الآن وسيطرت على الانتخابات تعليم العدل والتنمية إذا طلعت؟ نعم سواء هي أو غيرها هناك ترسانة قانونية كبيرة في المغرب ولكن يبقى المشكلة في تنفيذها على أرض الواقع سواء كل القضايا التي تعلق بالمرأة بالفتاة القاصرة بالخادمة بأشياء كثيرة يجب تغيير العقليات بالتراجع الأولى وليس القواني القواني تأتي وتتغير وتتطور إنما العقليات لا تتطور بالسرعة المطلوبة لتسير المجتمع نعم هل تؤيدين التصويت للنساء؟ هل هناك إنحياز؟ أكيد المرأة تشتغل في القضايا الاجتماعية وهي تقدر على تشخيص الخلل في المجتمع المغربي إذا وصلت إلى مواقع القرار ربما تفيد مجتمعها أكثر ثم هي نصف المجتمع لماذا يسر السياسي المغربي على شلاله النصف؟ لماذا لا تقوم المرأة بدورها في السياسة؟ نعم فعليا هل الرجال أيضا يصوتون؟ يعني ربما حتى من التجارب السابقة هل صوت الرجال للنساء والمشاركات؟ باللواقع النسائية نعم هناك تصويت كثير للنساء للأسف هناك نسبة مرترشحات قليلة لكن كنا نتمنى أن تكون التزكيات للمرأة أكبر إنما للأحزاب سياساتها هل تتوقعين أن التصويت تتم لبرنامجها أم لكونها إمرأة؟ للصورة الديمقراطية لا للبرامج مع أن أتحافظت كلمة برنامج لأنها هي خطابات وكذا لكن نتمنى أن يكون التصويت المرأة لأنها نصف المجتمع لأنها تشارك وتناضل ومن حقها أن تسع أليس هناك مخاوف من أن المرأة تذهب إلى قضاياها وإلى تخصص أكثر وتركز أكثر أعتقد أن المرأة الديمقراطية في التفكير وتستطيع أن تتجاوز المنطقة تشوفوني أن تكون مرأة وتناضل من أجل مرأة فقط المرأة حين تناضل تناضل من أجل الوطن ومن أجل المجتمع ككل نعم هل هناك تجارب ربما في المغرب نماذج ربما المرأة المغربية نجحت فيها ووصلت إلى مبتغة حتى السيدات والرجال في المجتمع كانت نموذج جيد بعد الانتخابات المرأة نموذج جيد في كل الأحوال لأنها هي التي تشتغل في المجتمع هي المرأة هي الأم هي الرفيقة في النضال هي كل شيء إذن لماذا نصر على الشلل النصفي في السياسة؟ هذا الكلام دائما ما نتحدث عنها أنها هي نصف المجتمع لكن فعليا فعليا هي فعلا نصف المجتمع وتناضل من قديم إذن لماذا لا نعطيها الفرصة لتصل إلى مواقع القرار نعم ثارت قضية تعمال الفتيات القاصرات جدلا في المغرب يعني مدة طويلة هل مشروع القانون الذي صادقت الحكومة عليه مؤخرا ربما سيضع حلا نهائيا لهذه المشكلة؟ لا أعتقد أن المشكلة ممكن تحل القوانين أن المشكلة ليس في الترسنة القانونية المشكلة في العقليات وفي الوعي لأن الأسر المغربية تعودت أن تحصل على خدمات قاصرات القانون لم ينصف الطفلة الخادمة لأنها فقط غيرت السن من 15 إلى 18 سنة هنا يكون الولي يوافق على هذه العمالة وأصلا الولي هو الذي يتسبب في استغلال هذه الطفلة وأيضا القانون يقول بأن الطفلة ستحصل على نصف الحد الأدنى للأجور لماذا؟ مدامة خادمة ومدامة ستشتغل وستشتغل ربما 24 ساعة أكثر من سيدة البيت لماذا تحصل على النصف الأدنى من الأجور؟ أليس هذا ظلم لها؟ هذا القانون لم يأتي للصالح الطفلة بل ظلمها أكثر نعم ما أبرز المطالبات الاجتماعية ربما من الشعب المغربي خصوصا النساء والشباب ما أبرز المطالبات؟ هل سن قوانين جديدة لهذه؟ مثل المفروض أن تكون هناك قوة وصرامة في ردع سماسيرات الخديمات أن تكون في نظر أنه يجب أن لا تكون هناك خادمة قاصر إطلاقا الطفلة الخادمة وبشكل العام حتى البطالة وحتى الموضيع الأخرى المواطن يطالب بالتشغيل يطالب بالصحة يطالب بالتعليم يطالب بحقوقه الأساسية التي جاءت في كل هذه القوانين في قانون الإنسان في حقوق الإنسان من المدة 21 إلى المدة 29 هذه حقوق لازم أن تكون أصلية لكل مواطن بغض النظر عن كون الطفل أو مرأة أو رجل هذه حقوق يجب أن تكون ويجب أن تكون كل برامج في صالح المواطن نعم بعد الفاصل نواصل مع الإعلامية والناشطة المغربية علي زيارة حموني أهلا بكم من جديد يعني في المغرب لا أعلم إن كنت أقول الند بالند أو الشباب المغربي خرجوا تزوج من غير المغربيات المغربيات أيضا يعني ذهبنا إلى وهناك إقبال ربما على زواج من الأجنب خصوصا الأوروبيين بحسب ما قرأت يعني ما الإشكالية الناجمة من الزواج المختلط في المغرب هل هناك إشكالية تؤثر انفتاح المرأة المغربية على العالم الخارجي على الأنترنت على الزواج من الأجانب يطرح إشكالية كثيرة صحيح أن الزواج هو بين الطرفين ولأسباب كثيرة متعددة هناك المادية هناك العطفية وغيرها لكن الإشكالية تأتي حين تقوم الأسرة ويأتي الأبناء الأبناء يكونون أحيانا ضخايا لهذا الزواج المختلط لأن هناك لغة تقاليد عادات صراعات بين الزوجين كافية طربية للأطفال هناك الجوانب النفسية للطفل الذي يأتي بين ثقافتين وبين مجتمعين بين بلدين هذه المقاربات ربما لا تأخذها المرأة في اعتبارها حين تتزوج بالأجنبي ويمكن أن نجد بعض العذر للمرأة في كل حال لأنها أحيانا تضطر للزواج من الأجنبي في المغرب الشباب يحب الزواج من الصغيرات سن والمرأة حين تقوم بإتمام دراستها وبتكوين نفسها وبالعامل أولا ومساعدة أسرها يتأخر سن زواجها أحيانا لا تجد أمامها إلا الأجنبي للزواج يعني تفضينا أن الأجنبي يتقبل تأخر في سن الزواج الأجنبي لا يضع بعض اعتبارات في حسبانه السن والشكل والمستوى الاجتماعي أو التقافي الأوروبي بصفة عما يبحث عن الشريكة في حياته لا يبحث عن الشكل الأول أو سعار سن أو حاجات مثل هذه بينما الشاب المغربي مهما طالبه سن الزواج حين يأتي للزواج يبحث عن صغيرة السن فماذا تفعل الفتاة إذا تجوزت الثلاثين أو إذا هناك المطلقة هناك العاقر هناك كل هذه النساء تبحث عن الأجنبي لأنه شريك مناسب إنما تأتي الإشكالية بعد ذلك حين يأتي الأولاد هل الأمور مسحلة للمغربي أو المغربي للزواج من غير المغربية أو المغربي؟ هل القانون سهل بالنسبة لك؟ القانون لا يسهل الأمور على طالب الزواج رغب الزواج من غير المواطن أولا هناك شروط أن يكون مسلما أن يتبت قدرات على الداخل الباء أو أشياء كثيرة لا يكون متجددا متزوجا هناك أوراق كثيرة تطلب منه هذا بالنسبة للمرأة المغربية والزواجة من غير للأثنين الرجل للمرأة الأثنين مطالبين بإعداد ملف شديد التعقيد مصطرة الزواج طويلة وشديد التعقيد هناك وطائق كثيرة تطلب من الراغبين في الزواج المختلط هناك ترجمة كل الوطائق إلى اللغة الزوج الأجنبي هناك تكاليف هذه الوطائق هناك طول المدة التي تعد في هذه الوطائق وبعد ذلك يمكن أن ننظر إلى إشكالية أخرى بعد الزواج الأول إشكالية إعداد الوطائق لأنها مصطرة كبيرة ومعقدة ما تأثيره على التركيبة السكانية الزواج من غير المغربيات أو غير المغربيين حتى لن تكون هناك تأثيرات كبيرة لأن نسبة المتزوجات بالأجانب ستظل محدودة في كل الأحوال تحصل الزواجة بعد زواجها على الجنسية المغربية بسهولة الآن ممكن أن تحصل الزواجة الأجنبية على الجنسية ولأطفالها كذلك لأن الأب مغربي والمغربية التي تزوج من أجنبي يمكن أن تحصل على الجنسية لأطفالها ماذا عن الهجرة؟ يعني الهجرة المغربية حتى خصوصا للنساء عندما تتزوج رجل غير مغربي هناك بعض الفتيات تتزوجنا بين الأجنبي رغبة في الهجرة ورغبة في تحقيق دخل المادة المرتفة وتغيير مستوى الحياة لكن ليس كل فتيات تتزوجنا لأسباب مادية هناك ما تتتزوج لأسباب عاطفية أو فقط لأنها لا تجد الشركة المغربيين أقصد في النهاية خضوعها لمكان إقامة زوجها ليس بالضرورة أحيانا الفتاة حين تتزوجت عن الشركة الأجنبي فهي أصلا تريد أن تهاجر نعم وأحيانا يكون الزواج أبيض أو يكون الزواج للهجرة فقط وبعدها قد يقع الطلق ماذا عن معاوقات اللغة والتواصل بين المغربيات؟ المغربية منفتحة وتتعلم اللغات بسهولة وليست لديها بصفة عامة مشكلة اللغة لكن تبقى المشكلة في العادات والتقاليد أحيانا الزوج إسلام الزوج الجديد يعني الحديث بالنسبة للزوجة الأجنبية لا يمكن أن نتحدث عن مشكلة لأن الأطفال يتبعون دين الأب المغربي للمسلم إنما الزوجة المغربية التي تتزوج بالأجنبي قد تقع في المشكلة لأن الزوج قد يكون لم يسلم إسلاما حقيقيا إنما يسلم سوريا لأن القانون يطالبه بوثيقة وثيقة تعلن الإسلام الإسلام لا يمكن أن يدخل القلب بالورق لم يكن مقتنعا بالإيمان نعم يعني كثير ما ظهرت حالات لغير مسلمين يعتنقوا الإسلام فقط سوريا نعم سوريا وبعد الزواج ربما حتى يعودون إلى دينهم كيف تكون التعاملات مع هذه الحالات في المغرب هل يعتبر الزواج باطل؟ هل يستمر؟ هناك فئتان هناك الفتاة التي تقبل بالأمر الواقع وتستمر في الزجاجة لأنها لا تجد بديلة لذلك لأنها لا ترضى بالطلاقة ولأنها تريد أن تستمر في حياة زوجية مستقرة وهناك الفتيات التي لا يرفضنا هذا الاستمرار ويطالبنا بالطلاق عن طريق المحكمة وهنا يمكن أن تحصل على الطلاقة ولكن قانونيا إن علمت الدولة بأن هذا الزواج هل يمكن تطليقها؟ نعم لم تحصل هناك حالات على حسب علمي هناك الفتيات هنا اللواتي يقومون بطلب الطلاق لهذه الأسباب إذا وجدت أن زوجها يرتد أو لم يسلم أصلا هل هؤلاء النساء يعني واعيات بما فيه الكفاية بحقوقهن؟ أحيانا لا لأن هناك زيجة تقع في العالم القروي هناك زيجة تقع في أوصات اجتماعية شعبية أو فقيرة والفتاة لا تكون واعية تماما بما ينتظرها من مشاكل ومعوقات بعد أن تتزوج هنا تقع الإشكالية مدونة الأسرة بالمغرب التي صدرت فيها العام 2004 هل ساهمت فعلا في رفع مستوى الواعي لدى المرأة؟ نسبيا لأن هناك نساء كثيرة لا يعلمنا عن المدونة سوى أنها جديدة وربما تحد من تعدد وربما تحد من أشياء أخرى ولكن الواقع غير هذا المدونة مجرد قانون على ورق وبعد ذلك يأتي التطبيق والتطبيق يلزمه وعي وتغير في العقليات وهذا صعب قليلا نعم التحيول على قانون سهل جدا صحيح أيضا هناك من يرى أن هذه المدونة اعتمدت على كل المرجعيات وليس المذهب المالكي فقط ربما ظلت قاصرة رغم ذلك في البت بقضايا مستحدثة وأحكامها تتعرض للتحايل خصوصا في قضايا الطلاق قد الطلاق صعبة سواء داخل المدونة الجديدة أو داخل المدونة القديمة لأن الطلاق يبقى في يد الرجل والرجل يتحكم كما يشاء للمرأة إذا رفضت الاستمرار الخلع أو التطليق للشقاق في كل الأحوال تتعرض للإبتزاز بشكل أو بآخر يعني القانون لا يحمي يجب أن تكون المرأة قوية للحصول على حقوقها يعني ماذا تقصدين قوية يجب أن تكون قوية بإرادتها يجب أن تحارب القانون نفسه لأن التحايل على القانون سهل لمن يريد الطلاق الرجل قوي لأن كل القوانين تسن من الرجل للرجل لهذا نود أن تكون المرأة في مواقع القرار كي تحول تغيير بعض الأمور ماذا عن أمور الحضانة والأمور الأخرى وحتى يعني رواتب السيدات مع الرجال في البلد المساوات في الأجور شيء صعب والمرأة تستغل في بعض القطاعات كالفلاحة كالنسيج كالزرابي أو غيرها هناك الكثير مما يقال عن المساوات التي لا يمكن أن تتحقق بسهولة في ظل الفكر الضكوري للرجل العربي بصفة عامة هل هناك أمال معلقة على هذه الانتخابات إن فازت ربما أمرأة قد تغير؟ الانتخابات لا تغير عقليات نعم لا تغير؟ لا تغير عقليات التغير يأتي بالتدريج في المجتمع في الواعي في الإحساس بالمسؤولية ولكن الأنظمة هي التي تمنع أن هناك نظام وليس هناك تطبيق تقصدين النظام يأتيك بترسانة قانونية ولكن التطبيق هو المشكل لا بد من تطبيق القوانين على أرض الواقع والتطبيق يأتي عن طريق الوعي والتحسيس بالحقوق لمن ستصوّطين في الانتخابات المغربية أو صوّطت ربما؟ ربما وصيّت الحزب البيئة لأن على الأقل وفي نظر أنا برنامجه واضح جدا بحكم أنه حزب بيئة ولهذا برنامج واضح في غير ذلك فالبرامج الأخرى هي نسخ كربونية من بعضها وتزايد في الوعود وفي الأرقام وفي بعض الأشياء التي لا تقنعون شخصيا نعم يعني اليوم ستبثل الانتخابات بحسب بث الحلقة هل هناك ربما أمل طموح حتى الانتخابات المقبلة بعد النتائج بالنسبة لي عزيزة رحموني لا أجيب الانتخابات ستأتي بكثير من مفاجآت ربما ولا أريد أن أتنبأ بأي شيء لكنك متفائلة بشكل عام متفائلة بشكل عام لأن أعتقد أن المواطن سيشارك لأنه مجبر على المشاركة في الحصول على التغيير هل المفاجآت إيجابية برأيك؟ أكيد ستكون إيجابية لأنه سيكون هناك التغيير بما أن وجوه كثيرة جديدة ستنزل الانتخابات عن طريق الترشح في أغلب المدن والدوائر الانتخابية المفاجآت أتمنى أن تكون جيدة بصفة عامة وإيجابية نعم شكرا جزيلا لك الناشطة والإعلامية المغربية عزيزة رحموني شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لكم